دعماً وتشجيعاً للمنتج المحلي وترميماً لهوية الثروة الوطنية وتقليلاً لكلفة الاستيراد وتخفيفاً عن كاهر المواطن البسيط سيما أصحاب الدخل المحدود العتبة العباسية المقدسة تضيف رقماً آخراً لقائمة إنتاجاتها وهذه المرة الثروة السماكية المشروع الذي أنشئ على مقربة من ناحية الحسينية بأحواض كبير تغطي مساحة شاسعة تناهز 125 دونماً وبواقع خمسة أحواض مساحة كل حوض منها 25 دونماً وبـ 12 ألف إصبعية أو ما تسمى فقسة الذي يسهم في سد جزء من حاجات السوق المحلية في كربلاء المقدسة مشروع بحيرات الأسماك طبعاً تربية أسماك اللحم مشروع متكون يقع على مساحة 125 دونماً تابع للعتبة العباسية المقدسة مقسم على خمسة أحواض كل حوض 25 دونماً طبعاً هاي المشروع صار أكثر من أربع سنوات نقوم بتربية أسماك اللحم بمعدل كيلو نص إلى 2 كيلوغرام وتسويقها ودعم الأسواق فيها فاصل زمني يقارب 6 شهور وبأعلاف محلية طبيعية ونباتية فقط تكون سمكة قد بلغت وزناً عائلياً يقارب 2 كيلوغراماً حيث تكون جاهزة للتسويق مع ميزتها بطعمها الشاطئية الخالي من الدهون ما يجعلها صالحة أكثر من غيرها للاستهلاك خصوصاً لمن يعاني من الأمراض مساحة الحوض الواحد 25 دونم ونحط بالحوض الواحد 25 دونم نحط بـ 12 ألف أسبعية يتم زرع الحوض بعدها يتم تعليف الأسماك بواسطة هذه العلافات الموجودة بعلاف طبيعية من الصوية وبروتين وإذرة بعدها تستمر تعليف مالتها لمدة 6 أشهر لأن المشروع من المشاريع الناهضة والمميزة كان مدعاً لخلق بيئة تنافس كبيرة في المنطقة وبذلك فإن بيئة التنافس هذه ستسهم في تجويد العمل وتقليل الأسعار ما يعود بالفائدة الإيجابية على المستهلك